السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم هو السادس من نومبر وهو يخلد لذكرى وطنية عزيزة على قلوب جميع المغاربة وهي ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة هذه المسيرة التي تم استلهامها من المسيرة السلمية التي قام بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من هنا تم استلهام المسيرة الخضراء المغرب كان آنداك محتلا من طرف القوات الإسبانية في أراضيه الجنوبية وجاءت المسيرة الخضراء لكي ينتفض المغاربة أجمعون تحت القيادة السامية آنداك للمغفور له صاحب الجلال الحسن الثاني تغمده الله في وسع رحمته جاءت هذه المسيرة لتعلم الناس أجمعين بأن المغاربة على اختلاف اتجاهتهم وعلى اختلاف أفكارهم سرعان ما يتحدون ويلتفون حول قضيتهم الوطنية جميعهم وقفوا صفا واحدا صامدا جنبا إلى جنب تلبية للنداء الملكي السامي آنداك نستحضر وإياكم صفحات مشرقة من هذه المسيرة الخضراء التي شارك فيها سائل طبقات المواطنين الشباب والكهول والشيوخ ورجل الشارع والمتقفون وعنية الموظفين والزعماء وعموم الناس والمرأة المغربية أيضا بدورها ساهمت بحظ كبير وانتضمت بكل حماس في هذه المسيرة وجاءها الفتح الرباني من خلال صدق النية نرجع إلى الوراء مستمعي الأفاضل منذ سنة 1975 انطلقت هذه المسيرة تحمل شعار السلم مسيرة سلمية غايتها استرجاع أقاليمنا الجنوبية من الاحتلال الإسباني في هذه الفترة وبالضبط في السادس من نوانبر 1975 سيعطي صاحب الجلال آنذاك الحسن الثاني طيب الله تراه سيعطي الإشارة لانطلاق المسيرة ومن قصر البلدية بأشدير انطلق الخطاب الملكي ومن تم انطلقت المسيرة ببركة الله تعالى من طرفاية وكان المشاركون تقريبا 3500 مواطن ومواطنة 350 ألف مواطن ومواطنة علش بالضبط هذا الرقم هذا الرقم هو كشكل عدد المواليد الجدد كل سنة بالمغرب كان المغرب يزداد كل سنة ب350 ألف نسمة فكان هذا العدد الذي تم اختياره تبركا بعدد المواليد الجدد ومن تم فتحة الأقاليم والعملات فتحت مكاتبها لتلقي طلبات التطوع وتم انتقاء 350 ألف من المشاركين والمشاركات مع تحديد كوطة مسبقة للنساء 10% بمعنى أن عدد النساء كانوا 35 ألف امرأة وكان المؤطرون والإذاريون والأطباء والممرضون بأعداد هائلة الأطباء كانت قريبا ما يزيد عن 500 طبيب وممرض وكان المؤطرين ما يزيد عن 44 ألف مشارك من المؤطرين والإذاريين انطلقت هذه المسيرة وشارك فيها أيضا شخصية مهمة سفراء مجموعة من الدول الصديقة لبلاد المغرب في مقدمتهم سفير المملكة العربية السعودية وأيضا سفير الأردن وسفير قطر وسفير الإمارات وسفير سلطنة عمان وأيضا السودان والجابون والسنغال هذا كلهم كانت تربطهم مع المغرب علاقات صداقة حميمية في تلك الفترة كما شارك أيضا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي انطلقت هذه المسيرة والناس كانوا يحملون الأعلام المغربية في يدهم والمصحف الشريف في اليد الأخرى هذا هو السلاح لم يكن الناس يتسلحون بسلاح بدبابات ولا ببناضق ولا بقنابل ولكن كان السلاح المشاركين المتطوعين هو القرآن العظيم في اليد اليمنى والعلم المغربي في اليد اليسرى هذا تأكيد على أن هذه المسيرة مسيرة سلمية انطلقت بنظام ودقة كبيرة حينما بدأت العملية تسير إسبانيا كانت تتابع بقلق شديد هذه المفاجأة الغير منتظرة ومن ثم بدأت تحشد إسبانيا آنداك مجموعة من خططها من أجل التخويف وانتقاد هذه المسيرة وطالبت بعقد مجلس اجتماع بمجلس الأمن لتوقيف هذه المسيرة لكن هذا الزحف كان قويا وانطلقت الوفود رغم أنهم قالوا بأن هناك حقول الغام وهناك مخاطر في الطريق ولكن كانت هناك وحد العزيمة قوية للمشاركين والمشاركات وفعلا حققت هذه المسيرة نجاحا منقطع النظير على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي ومن ثم اضطرت إسبانيا للعدول عن موقفها المناوئ للمغرب واضطرت على أنها تبحث لمشاكلها في قضية الصحراء عن طريق المسألة الدبلوماسية وآنداك لما اقتنعت إسبانيا بأنها لا مقام له هناك أعلن آنداك جيلة الملك حسن الثاني رحمه الله تعالى أن المسيرة قد حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة بالرجوع إلى نقطة الانطلاق إلى مدينة طرفايا في هذه المسيرة شارك فيها الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم الدافع عندهم كان هو الروح الوطنية التي كان يتميز بها الإنسان المغربي في تلك الفترة في السبعينيات من القرن الماضي كانت هناك روح وطنية قوية وقوية جدا رغم المخاطر ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن كان هناك حب للوطن وتشبت بكل شبر من البقعة المغربية لا شك أن ما يسمى بجبهة البوليزاريو هي أيضا تأسست لكي تخلق العرقلة بعد ذلك وكان هذا بدعم جزائري وأيضا بدعم من إسبانيا الجبهة البوليزاريو ليكيا مصطدع حاولت أن تعرقل جهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية ومن تلك الأثناء ولازال الصراع مرت 43 سنة على هذا الحدث وما زال الصراع قائم لكن المغرب ولله الحمد لقي دعما كبير من مختلف دول العالم خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية وأيضا جامعة الدول العربية كلها باستثناء الجزائر المغرب كما يعلم الجميع حاول بجميع الطرق للم الشمل ووحدة الصف ولعل الخطاب الملك السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قبل هنيها واستمعنا له جميعا بإمعان يدل بصدق وصراحة كيف أن المغرب ساهم ولازال يمد يديه من أجل التسوية الوضعية بطريقة سلمية حتى إنه أعطى مقترح الحكم الذاتي ولكن أبدا لازالت الأمور عالقة ما يهمنا في هذا هو أن المبادرات المغربية للم الشمل القضية الصحراء وعقال من الجنوبية كانت دائما مشرفة فالمغرب يؤمن بحق الجوار ويؤمن بكرم الضيافة ويؤمن بالعمل الديبلوماسي ويريد أن يمد يده البيضاء للآخر من أجل أن نعيش كلنا بسلم وسلام وأمن وأمن هذه المسيرة لا تزال متجددة كانت مسيرة خضراء لتحرير باقي البقاع المغربية وإنها لمسيرة متجددة مسيرة للتنمية ومسيرة لمحاربة الفقر والهشاشة ومسيرة أيضا لبتي روح الوطنية في قلوب الشباب وعقولهم ومسيرة لبناء الوطن جميعنا نذكر ذلك القسم قسم المسيرة الخضراء الذي كنا ونحن صغار نردده في المدارس العمومية وكنا ثارحين وكنا مسرورين بأن نردده في المناسبة السعيدة قسم المسيرة الخضراء الذي يقول أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البغاز إلى الصحراء أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعطرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه والرقيب على طوية وصدق نيتي هذا القسم ونحن صغار كنا نردده ويعطينا الشعور بالشهامة وبالروح الوطنية ونحن في أمس الحاجة في هذه الضرفية التي نمر بها في بلادنا وهي ضرفية مقلقة أن نبت الروح الوطنية في روح شبابنا ونبت الأمل في روح العموم المواطنين من أجل مغرب قوي ومتواسك وسلمي وكلنا نردد في المخيمات الصيفية كنا نسعد ونحن نردد نشيد المسي الخضراء الذي يقول لازم نحفظه عن ظهر قلب يقول صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء مسيرة أم وشعب بولاده وابناءه شعارها سلم وحب والغادي سعداته حملين كتاب الله وطرقنا مستقيم إخواننا في الصحراء اسألونا الرحيم يا قاصدين الصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن بلا حرب بلا سلاح معجزة الزمن هكذا كانت المسيرة الخضراء المدفرة أيها الأحباب الكرام لن أطيل عليكم أفتح خطوطنا الهاتفية لكي نفتح النقاش حول هذه المسيرة الخضراء ربما هناك ذكريات جميلة للمشاركين والمشاركات أو لآبائهم ولأجددهم نتمنى أن نستمع إلى مكالمات وشهادات حول هذه المسيرة وحول أيضا متمنيتنا للوطن الآن كيف نتصور الوطن الآن كيف يمكن أن نقول بأن المسيرة لازلت مستمرة مسيرة التنمية مسيرة الرفع في المستوى الاقتصادي والاجتماعي مسيرة المحاربة الفقر والهشاشة مسيرة السلام والمحبة والوئام للجميع أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بالجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا